أصحاب المعالي والسعادة حضرت سيدات السادة يطيب لي في البداية أن أنقل تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله إلى المشاركين في هذه القمة المهمة وهذه القمة التي تنعقد في سياق عالمي مليء بالتحديات المعقدة لذلك فهي تمتل فرصة فريدة من نوعها لجديد تمسكنا بميطاق الأمم المتحدة وإعادة تأكيد التزامنا الجماعي بالعمل على بث دينامية جديدة في نظام تعددية الأطراف وذلك لتحقيق مستقبل أفضل ومستدام للحاضر وللأجيال القادمة حضرت سيدة السادة إن المغيب الذي يلتزم التزاما رسيخا بالمساهمة في إصدار ميطاق المستقبل يعتقد أن تنفيذه سيعتمد على خمسة شروط أساسية أولا من الضروري هو وضع السلام والاستقرار والتنمية في صلب عملنا الجماعي فلا مجال لتحقيق تنمية مستدامة بدون بيئة تضمن السلام ولا يمكن أن يكون هناك سلام واستقرار دون تحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي ومن هنا تأتي الحاجة إلى مقاربة عالمية دامجة تقوم على التقى والحوار والاحترام المتبادل ثانيا يجب أن يرتكز تجديد العمل المتعدد الأطراف على إرادة سياسية حقيقية للعمل بشكل جماعي إذ نحن مدعوون أيضا إلى تعزيز الحلول الدامجة القائمة على الإنصاف والشرعية والتضامن وفي هذا الصدد أكد صاحب جلال الملك محمد السادس نصر الله في رسالته إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي والصندوق النقد الدولي التي انعقدت في مراكش أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدتها السنوات الأخيرة تستدعي إصلاح المؤسسات والقواعد التي تحكم نظام تعددية الأطراف تانيا يجب وضع إفريقيا في صلب أولويات عمل الأمم المتحدة والإجراءات المتخذة من طرفها وهنا نتسأل ألا تمتل إفريقيا معيارا لقياس فعالية التعاول التنموي وتعبئتها الجماعية لصالح المتل العليا للسلام والاستقرار والتنمية في مختلف أنحاء العالم لذلك نحن مدعوون أكثر من أي وقت مضى لمساعدة إفريقيا على تحويل التحديات الحالية التي تواجهها إلى فرص لتحقيق التنمية رابعا لا بد من ترجمة الالتزامات التي تم التعهد بها إلى إجراءات ملموسة وقابلة للقياس خاصة وأن مكافحة التغيير المناخي ومكافحة الإرهاب والتطرف والاتجار بالبشر ومكافحة الفقر والفوريق الاجتماعية والعدام الأمل الغذائي تتلطلب إرادة سياسية متجددة وناشطة وفيما يتعلق بالمناخ تجدر الإشارة أن المغرب رفع سقف طموحاته عبر تحديد هدف جديد يتمثل في خفض انبعاتات الغاز الدفئة بنسبة 25.5% بحلول عام 2030 ويهدف المغرب أيضا إلى زيادة حجم الاستثمار في الطاقات المتجددة بما في ذلك الإدراج الأخضر لدعم تحقيق الهدف المحدد في تجاوج 52% من حصة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء بحلول 2030 وهي الجهود نفسها التي تبدل في مجال الحماية الاجتماعية وتعزيز السيادة الغذائية والصحية كما أكد صاحب جلالة الملك محمد السادس صلى الله في خطاب العرش الأخير قول صاحب جلالة إنما حققناه يعطينا التقف الدات والأمل في المستقبل وشكرا لكم